اهلا بكم الى موجز اخبار الان اسفرت الاشتباكات التي اندلعت فجر الاربعاء في عدن بين الاجهزة الامنية ومسلحين مجهولين عن مقتل شخص مدني واصابة 25 اخرين بينهم خمسة مدنيين فيما ينتمي الاخرون لقوات الامن وفق مصادر طبية وقالت المصادر الطبية في مستشفى طباء بلا حدود ان القتيل المدني متهم بارتكاب جريمة قتل ومحتجز في شرطة مدينة الشيخ عثمان واصيب برصاصة في صدره اثناء الاشتباكات الى ذلك كشف تقرير خاص بوكالة رويترز الانباء نقرا عن مصادر مطلعة ان الحرس الثوري الايراني بدأ في استخدام طرق جديدة عبر الخليج لنقل شحنات اسلحة الى حلفائي الحوثيين وابلغت مصادر ايرانية وغربية رويترز ان ايران كانت ترسل اسلحة ومستشارين عسكريين الى الحوثيين اما مباشرة الى اليمن او عبر الصومال اعلنت مصادر امنية في افغانستان ان انفجارا وقع في اقليم باكتيا بجنوب شرق البلاد صباح اليوم واشرت تقارير الى سقوط قتلين اثنين وعدد من الجرحة وبحسب التقارير الامنية فان الانفجار نجم عن قبلة مغناطيسية زرعت داخل سيارة ولم تعلن اي من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الافغانية ومن بينها طالبان اية مسئولية لها حتى الان عن الانفجار اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون يفرض عقوبة على روسيا رغم عدم رضاه عن الامر وقال ترامب ان القرار معيب بدرجة كبيرة ودعا الكونغرس الى عدم استخدام العمل على اعاقة الجهود الامريكية لحل نزاع في اوكرانيا ويتضمن تشريع الجديد فرض عقوبات على ايران وكوريا الشمالية ايضا رصدت الولايات المتحدة الامريكية انشطة غير مسبوقة للغواصات الكوريا الشمالية وادلة تؤكد ان بيونج يانج اجرت نهاية الشهر الماضي اختبارا لنظام اطلاق صاروخي ونقل موقع قناة CNN عن مسئول امريكي ان التجربة الجديدة هدفت الى اختبار نظام الاطلاق البارد يواجه فريق ريال مادريد الاسباني فجر الخميس نظيره نجوم الدور الامريكي امال اس وذلك في اخر مباراة ريال مادريد التحضيرية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد ويسعى الريال في هذه المواجهة للوقوف على مدى جاهزية الفريق بعد الاداء المخيب في المباراة السابقة كما ان هذه المباراة هي عبارة عن تجربة اخيرة للفريق قبل السوبر الاوروبي امام منتشستر يونيتد في الثامن من هذا الشهر نهاية المجاز الى لقاء اشتركوا في القناة